ولكن تقول أنه اليوم وريث الحزب الدستوري والتجمع حاول أنه يقضي على الاتحاد تتفكر معنا حاول أنه يخدم بالاتحاد تقول أنه أعطاه خذير غوفان شمتان نحن في نهاية حديثنا نظر هذا الأشخاص كلنا أنا كنشوف سؤال النقابيين حسين عباسي ونذكروا برسلسي حسين القدول كان شخصية نقابية طيبة كوش كان شخصية نقابية فذة اسماعيل صحباني في فترة الماء كان شخصية نقابية موجود مناظرين معاهم بك وعلوش بسباثة مستحضروا عديد أشخاص لكن شريف المسعدي كانت في قيادة التحاد لعم شغل زوجة محمود المسعدي المسعدي هو نفسه كان من عام معناها بين حشاد وبنصار في مصر فلالي كان قيادي بارز رجبنا على خيار نرى الآن السؤال منقوصة لأنه تلقى الحمد علي الحامي تلقى حشاد تلقى حشاد تلقى حشاد تلقى لحيو عشول وحملت ليلي وما تقعش بالقياس المقناوي وقياس المقناوي مغيب كثير من ذاكرة تلقى التوانثوم لا أعفوش أنا شرامي بنت وساعات قريس فيها نفتش بدا قول عم بالقياس المقناوي كيتان غرون ميديتان وكان رجل معناها فاضل وقصه متوي وعشبه بسفقة وخدم مياسر وخدم مع الكارتية كما قلت مع الناس اللي في البرن هل ننصحنا قابلين يوم بشي رجع وصولك بالقياس المقناوي أنا بكل لطف وبكل تواضع بود لابد من مراجعاتي كتاب التاريخ الاتحاد العامس الشغلي كتابة متأنية ونعطي كل ذي حقا حقا إذن لا يمكن أن نغيب دور بالقياس المقناوي في الحركة النقابية والحركة الوطنية حصلت لبلقياس المقناوي توترات وخلافات مع الديوان السياسي هذه مسألة يمكن مناقشتها لكن أن تحرمه وأن لا تعطي له مكانة في الذاكرة الجماعية هذا معناها غير مقبول لأن بلقياس المقناوي هو حقا من الذين ناضلوا وساهموا في جامعة عموم العمل التونسي الأولى مع محمد للحامي ثم أوكلت له المهمة في إحياء الجامعة سنة سبعة وثلاثين ثم وهذا شيء مهم جدا نضفوه بالنسبة لبلقياس المقناوي وأنه كان من مؤسسي اتحاد صغار الصناعية والتجار أثناء أثر الحرب العالمية الثانية وهذا الاتحاد هو الذي سيتطور ويعطي الاتحاد العام التونسي وهذه نقصة مغيبة وكيف حتى زعيم فرحة حشيد هذا كيف ساهم وعمل وقتها كانت ساهم وقتها وقتها وهذا كان يعطى كون بشوية بدأت تكون البرجوزية الوطنية وكيف سامينة بن دفريق نعم نصلك شهداء الاتحاد العام التونسي في عام ٦٨٨ سعيد قاقي وحوسين الكوكي أنا شخصيا كنت شاهد عيان وأنا طالب في الجامعة معايا سامير الطريب وتابعنا وتابعنا المسائل هذه محمد النفاتي العرخ اللي شقته كذلك في صحة الوراء ومضروبين بالكرتوش وبالسلاح وتم تعديد النقبيين شكرا لأستاذ على إعادة الذكر في الذكر والمؤمنين لأن السبب التونسي يلدم في المخيلة متاحة كما نحكيه على السيد المنصف بي والحمودة باشا نرجو كذلك محمد الله الحامي بلقاس مقناوي وأحمد التليلي وفرحات حشاد وحبيب عشور وغيرهم النقبيين ومنهم الشهداء إن شاء الله يعادي تب التاريخ بتاعني أكيد هذا فيه مقاربات تيديولوجية لكن اليوم اليوم معناها الكتاب الخيري بتاع الكتاب الخيري متاع تعذيف ناسية أعمال ربعية ربعية الخطركات خيمتهم خلاج السنين الحركة الوطنية التونسية والمسألة العملية النقبية من 1894 إلى 1956 صدر الجزء الأول من 1894 إلى 1925 اللي فيه على جماعة عموم العامة محمد علي الحامي ثم صدر الجزء الثاني من 1925 إلى 1944 واللي انتحدث فيه على تجربة محمد بالقاسم القناوي ثم صدر الجزء الثالث اللي هو مقسومي لكتابين من 44 إلى 56 واللي انتحدث فيه على تجربة فرحات حشاد نشكرك بارشا والعنصال اليوم عيد مبلوك للإتحاد عام تنسي الشغل للذكرى الجماعية التونسية ولكذلك اختلال نظام الاتحاد بالنظام الوطني نشكرك بارشا سيد بشكرا جزيلا لكم بودكاست بعد شوية صوت المسؤولة تلقاو لا تعرف ان تعنا مع عذيفنا كلام مهم بمنسابة سبعينية الاتحاد اللي عم تنسي لشغل كمين حديثنا بعد شوية يمشيوا القسرين على عين المكان محل بقام يعطينا اخر انطورات على هجومت